أن يوسف من اللاعبين المفضلين لدى الناخب الوطني عندما تراجع مستوى يوسف بليلي الناخب الوطني لا يتلاعب بالانضباط وبالجانب البدني أزاح يوسف بليلي بما هو يقارن بالماضي يقارن بين بليلي وبين قويري عم مورا منظبطين مع أنديتهم يلاعبون باستمرار أنا نظيف لك شوف أنا نظيف لك أمين أو زودنا بعديد المعطيات يشكر عليها أنا أقول لك بأن يوسف بليلي عندما تراجع مستوى لم ينظر إليه جمال بالماضي وأبعده مباشرة لكن ليعلم الجمهور بأن إصرار يوسف بليلي على العودة إلى المجموعة إصرار جد كبير وهذه من المعطيات التي نراعيها عندما نتفت لهذا اللاعب أو ذاك يوسف بليلي يصر ويشتغل على نفسه حتى يعود إلى مستوى ويحجز تلك المكانة في نهائيات كأس أمم إفريقيا القادمة أتوقف أيضا عند عمورة أقول بأن مستوى عمورة اليوم والتوظيف الذي يقوم به جمال بالماضي لهذا اللاعب للذين يتوقفون عند تصريح بالماضي في كأس أمم إفريقيا الماضية أقول للذين يعرفون خبايا الكرة لو وظف بالماضي عمورة في تلك الدورة لذبحه لذلك بالماضي حما هذا اللاعب تركه يتطور بعيد على الضغط لأن الكل يعلم وناصر يعني لاعب قديم في قوة القدم ويدرك هذا المعطى عندما يكون لديك لاعب شاب يتمتع بمستقبل ولديه منحة تصاعد في التطور عليك أن لا تحرق هذا اللاعب وأن تختار الوقت المناسب للدفع به في التشكيل الأساسي هذا ما فعله بالماضي مع عمورة والثمار اليوم موجودة لو وظف بالماضي عمورة في كأس أمم إفريقيا الماضية لا كسر ذلك الرتم وذلك التطلع للتطور لدى هذا اللاعب لذلك بالماضي حما هذا اللاعب ولم يعني مثل ما يقول البعض لم يبعد عمورة يعني ككره لهذا اللاعب أو ما إلى ذلك لذلك يستدعى باستمرار في قوائم المتحدة يستدعى باستمرار ويوظفه في بعض المباريات كجوكر وفي بعض المباريات الأخرى كأساسي ويعطيه من حين إلى آخر ذلك الدفع ويحضر معه كثيرا من الناحية الذهنية لأن الذي يتحدث على عمورة وعلى اللاعب الوطني هو لا يجلس مع هذا الثنائي في الحصص التدريبية وما يجري بينهما بالماضي يعني دائما التواصل مع عمورة سواء في التربصات أو حتى في فريقه مثل ما فعل مع ابن ناصر ومثل ما فعل مع عطال هذا هو الاشتغال الذي يقوم به هذا الناخب الوطني مع مختلف اللاعبين لكي يعطي لهم تلك الثقة ولكي يحظنهم ويرافقهم في ذلك التطور عمورة اليوم يصل إلى هذا المستوى لأنه وجد مرافقة جد إيجابية من هذا الناخب على مدار سنتين